السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 17 أيار مايو وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع بالنسبة للقمر أيضا اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود بالعذراء لغاية صباح يوم الغد السبت الساعة 10 و22 دقيقة صباحا لينتقل القمر من العذراء للميزان طبعا التوقيت بتوقيت جرينج بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و14 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل هاي المنزلة هي للصلح والدواء والضرر والتصليح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته برضو اليوم منظل على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا أيضا نذهب اليوم للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل مندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس بأي الفترة نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بدكوا تحذروا من الوهم والوسواس لأنه بالفترة هاي بيكون كثير هاي أفضل فترة للتخلص من عداد سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهديات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة الزاوية اللي ذكرناها في حلقة انتقال عطارد هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها اليوم الساعة 7.43 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش طبعا تأثيرات هاي زاوية بيكون لها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد ولكن ذروة التأثيرات بتكون ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد بتدفعنا للكآبة والهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا والوسواس والشك بكل شيء وبرضو بتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا والأشخاص اللي عندهم قابلية لأزمات قلبية طبعا بدهم يحذروا بشكل كبير لأنه عادة الأزمات القلبية في هاي الزاوية بتكون أسبابها عصبية أو أيضا برضو بتحذر من حوادث بتيجي عن طريق النيران دوليا طبعا بتدل عن تقاد الصحافة لسلطة لدولة ما بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وأيضا بالمعلومات الخاطئة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء على دول ما وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق بهاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون الساعة 9.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منها إننا نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقدت بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية راح تكون الساعة 7.14 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية راح تكون الساعة 8.52 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بعد هاي الزاوية طبعا نوصل للأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا طبعا الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بيكون عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها عمليات صغرى أو فحصات طبية أو مراجعات طبية ما في أي مشكلة طبعا إلا إذا كانت العمليات اضطرارية بالنسبة طبعا لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراخل والمسار القادم بيكون الساعة التسعة وثمان دقائق من صباح يوم الغد السبت وبيستمر لغاية الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن هو الانحسار المحدد أو القمر المحدد عمره تسع أيام في تمام ساعة دعش ودقيقة صباحا فلكيا طبعا منبدأ باليوم العاشر بتوقيت جرينج نسبة الإضاءة ثمين وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة طبعا هو سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة مية في المية القمر في العذراء حتى يوم ثمنتعاش خمسة هو سعيد الآن بنسبة خمستعاش في المية في ساعات الفجر بتصير نسبة السعادة خمسة واربعين في المية عطارة في الثور حتى يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة خمستعاش في المية والزهرة في الثور حتى يوم 23 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9 ستة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أيضا اليوم بتكون تركزوا على العمل أكثر إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضا بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو الأعباء أو الانشغالات أو الأعمال فعشان هيك نظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات حاذروا من التبذير وممكن اليوم تعلجوا مسألة مالية وبتجد حلول لأمور تتعلق بالفواتير المتوجبة عليك أهم إشي تنجز أعمالك بالكامل لأنه ابتداء من يوم السبت القمر رح يوصل مقابلك تماما فطاقتك بتكون ضعيفة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وأيضا ثقتك بنفسك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات وثابر لأنه اليوم لازم تستغل كل الفرص لا تنجز كل الأشياء المهمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم مش إنك تهدي من روعك وتوقف عن التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم مش إنك ما تختلق المشاكل وما تخال في الرأي العام ممكن تناقش موضوع ولكن ناقش يعني بروية بدون جفاء وبدون بليون تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطوا في السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة أيضا مع الإخوة أو الجيران وبتكثر عندك التنقلات وحركة التواصل والاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات وهي فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم مش إنك ما تكثر من مطالبك وتجنب اعتماد أسلوب فض أثناء الحوار أو النقاش كون مرن جدا وابتعد عن التحديات بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم يفتح لكم مجال أيضا لفرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تحصل على بعض المكاسب من حبة دعم ممكن اقتراض مال أو تحصل على أموال لا إلك أيضا اليوم ممتاز لمناقشة موضوع مالي أهم مش إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيح على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أيضا اليوم وانتوا اليوم ملفتين للانتباه وخصوصا للجنس الآخر بادروا لأي خطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أموالك أو أمورك أو تقرر على شيء جديد وبتفرح للانفراج أو لتسوية أو لتطور في أمر ما وبتلفت النظر للآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي أي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا زي ما ذكرنا في حلقة الأمس رح يظل في ضغط لغاية صباح يوم السبب فعشان هيك يعتبر هذا اليوم يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط والتقلبات ممكن يكون في بعض الفرص لعمل أو لتواصل من ضمن مجموعات أو مستشفيات أو حتى شركات كبيرة هاي فترة فيها نوع من أنواع الإرهاق وممكن أي شخص يوعدك بشيء ما يوفى فيه فعشان هيك اعمل بشكل روتيني وما تعتمد على أي شيء ابتداء من يوم السبت بتنقلب الأمور لصالحك برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق أو معرفة يعني يكون واسطة أو يساعدك بأمر ما ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو اتصال من صديق قديم ممكن يطلب منكم اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى اليوم عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن ما في داعي للانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث يعني بمعنى آخر ما في داعي للتهور مهما كانت ثقتك بنفسك عالية حاول تدرس خطواتك بشكل جيد بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية تعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض برضو هاي تعطيكوا فرصة مالية ولكن بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة واطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو عائلية يعني صحة أحد الأحبة وباستطاعتكم بحث موضوع قرض أو تمويل أو مطالبة بحقوق لا إلكم حتى لو كان ميراث مثلا أهم شيء أنه ما تهملوا التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة يعني ما زال القمر موجود مقابلكم تماما عشان هيك بدك تصبر لغاية صباح يوم السبت لحديث ما تتحرر من ضعف الطاقة الموجود ولكن يعتبر هذا اليوم يعني من الأيام المناسب لخطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو تعزيز العلاقة مع الشركاء العاطفة أو بين الأزواج حذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأيا كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم طبعا لأن القمر مقابلك فهذا الشيء بيضعفك أنت وبيقوي خصمك وحاول أنك ما تخال في القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر